موسيقى يسعد لي مساكن كل مستمعي سورو يو اف ام عم تسمعون على التردد 95.5 انا ارامشا فارشيان اكيد عم نطلع عليكن من برنامجكن الاسبوعي الكلام بالممنوع بالموسم التاني اليوم معنا شخصية جدا رائعة هو الصديق خليل ليلي الاعلامي وايضا المعيد في الجامعة والاستاذ الجامعي يسعد لي مساك الله يسعد مساك أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك استاذ خليل انت ضيفي التاني من الموسم التاني ببرنامج الكلام بالممنوع طبعا مثل ما حكينا هلا قبل شوي قبل الهوى انت ابدا ما عندك اي مشكلة بالنقاش الجريء وحضرتك وصفت نوعين من الجرأة اللي هي الجرأة الخارجة عن النطاق والجرأة المؤدبة على حسب توصيفك للحالة فاليوم نحن بدنا كل انواع الجرأة تكون حاضرة حتى لو كانت خارج نطاق الصناديق يلي نحن عايشين فيها حسنا أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا ننتقل دغري لفقرة الحريات استاذ خليل أول سؤال تحت الفقرة بيقول ما هي الحرية الشخصية بمفهومك الحرية الشخصية أنت مالس أنت حقك بكل شيء سواء خارج البيت أو في البيت ولكن ضمن إطار معين نحن يجب أن لا نتجاوزه هذا العمر قد يفرضه الدين أحيانا قد يفرضه تربيةه الشخصية قد يفرضه المجتمع الذي تعيش فيه فالحرية الشخصية تختلف من مكان إلى آخر من بيئة إلى أخرى وهذا العمر معروف في حياة الناس ومعروف في حياتنا حلو كتير طيب لو كانت المساكنة مشرعة بالبلد هل أنت مع أو ضد؟ طبعا ضد هذا العمر يتنافع مع الدين يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قال في قرآنه الكريم وهن لباس لكم وأنتم لباس لهم وأحل لكم من النساء أنتك ما طاب لكم من النساء مثل ثلاثة وربع بمعنى أن الشخص يستغر إلى امرأة واحدة إلى امرأة واحدة لا يستغر يعني بمعنى المساكنة أن هناك لا يضبطه لا عقد ولا يضبطه دين فكل الديانات مؤكدة على أن الشخص يكون مع شخص مع امرأة واحدة وربما اثنين ربما ثلاثة حسب ما قرأناه في التاريخ وما نحن عليه الآن فالمساكنة هي حرام قطعا هل أنت ضد المساكنة على حسب تعبيرك؟ طبعا لأنه هي حرام؟ طبعا إذا قسناه الحادثة التي نضرب مثالا ثم نأتي على موضوع المساكنة جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ذلي بالزنا فكان الصحابة بجواره فقاموا إليه بمعنى أرادوا أن يقتلوه قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه اقترب مني ثم اقترب فقال له أترضاه لأختك؟ قال لا قال لا يا رسول الله قال أترضاه لأمك؟ قال لا قال أترضاه لخالتك لعمتك؟ قال لا قال كذلك الناس لا يرضون فمعنى ذلك أن الشخص الذي يرضى موضوع المساكنة بالنسبة لمرأة تكون معه فإنه يجب أن يرضى بالمقابل أن تكون أخته أو أمه إن كانت مثلا منفصلة عن أبيه بموضوع المساكنة لا يضبط أحد لا يضبط أحد نفسه إن جاء ولد من موضوع المساكنة هذا إذا ابتعدنا عن موضوع لأنه يتكون هناك موانع للحمل فهذا الشخص سيتركه بمعنى أنه لا يجد رابطا ولا يجد رابطا لا يعني مجتمعيا ولا يجد رابطا دينيا يربطه بهذا الولد فهذا الأمر هو مقطوع بحرمته لأنه يتنافى حتى مع مبدأ الإنسانية مبدأ أن الشخص يكون إنسانا دعك أن يكون مرتبطا بدين معين لا يرضاه الشخص لا يرضاه لأختي ولا يرضاه لأمه وإن كان يرضاه فإن كان يرضى هذا الموضوع أنا أجزم أن هذا الشخص عنده خلل في أخلاقه حلو أفدنا ماذا عن ملكات اليمين أستاذ خليل ملك اليمين هذه كانت مرتبطة بحديثة معين ليست مساكنة لا ليست مساكنة شبيهة ولكن بمسمى آخر لا ليست شبيهة ولا بمسمى آخر موضوع ملك اليمين اليوم أنا عم فوت على قبيلة عم آخذ ملكات يمين وعلى حتى عبيرك عم إزني فيها ليست مساكنة لا ليست ملكات ملكات تختلف عن ملك ملك يمين وليست ملكات الملكات تعرف هل التي تسوس دولة بغض النظر عن المسميات تسميلي الفعل مو مساكنة مساكنة مشرعة لا ليست مساكنة وهي مشرعة لأنها من الدين لأنها من الدين انظري معي يعني لكي نمشي على طريق واحد بالنسبة لهذا الأمر ملك اليميني هناك حروب تحدث في الفتوحات الإسلامية التي حدثت هذه الفتوحات عندما يغزى إلى قوم فيأخذ هؤلاء الرجال هؤلاء المقاتلين هؤلاء الذين فتحوا هذا البلد وأخذوه بكل المصطلحات التي تريدها يعني لنا تحفظات معينة عندما يأخذون هذه النساء سبايا يعني ما بين القوسين سبايا هذه السبايا هذه السبايا يأخذها الرجل يعقد عليها تصبح ملك يمين يعني بمعنى أنه ولكن ليس عقد زواج هو لم يكن عقد زواج عقد الزواجي عقد الزواجي أصلا أو إباحية للركاح لا عقد الزواجي ليس ورقة عقد الزواج إنما هو يعني يمين أنت أخذت هذه المرأة بيمين الله يعني على سنة الله وسنة رسوله يعني كما هو عندنا في ديننا تأخذها على هذا الأساس بمعنى ذلك أنك إذا كنت صادق إذا كنت صادق في هذا العمر فإنك ستعاملها معاملة إنسانية نحن نترك موضوع الدين إن كان الأمر في الدين يعني يؤدي إلى طرق أخرى هذا الشيء موضوع ملك اليمين يختلف اختلافا جذريا كما هو معروف الآن الدين الدين يرتبط ارتباطا أساسيا بمفهوم الحياة هناك شيء يجب أن تكون على معرفة به هو فقه الواقع فقه الواقع الدين الإسلامي هو مرتبط بالواقع بمعنى عندما أصدرت الأمم المتحدة قرارا بإلغاء السباية وهذا الأمر فعله علي بن عبدالي طالب قديما الآن نتحدث عن الحاضر ولكن خليني أذكرك أنه بالبلدان العربية والإسلامية تحديدا طبعا أنا هون بدي أرجع أذكرك وأرجع أذكر المستمعين أنا هون آخذ دور محامي الشيطان الآرائي اللي عم أطرحها هي آراء الشارع ليست آرائي أنا موضوع الرقو العبيدي اللي حضرتك ذكرته لستينيات القرن الماضي كان موجود بليبيا وبالسعودية وببلدان أخرى لحتى أجى الاحتلال كما يسمى البريطاني والأميركي لحتى شرح حقوق الإنسان ولغى ما هم أصل المشكلة العبودية هم أصل المشكلة هذا الأمر سبقهم عندما أصدرت العمم المتحدة قرارا بإلغاء الرقي في عام ألف وتمانمية وسبعة وتسعين هذا الشيء هذا الشيء قلنا الجهالة الجهالة تؤدي إلى أن الشخص يقول كلاما يقول كلاما لا يستند فيه بالسعودية للعام ألف وتسعمية تسعة وستين يعني من اتنين وخمسين تاتة وخمسين سنة كان فيه سوق للعبيد سوق للعبيد تمام من ذكر هذا الشيء رجع على المصادر أنا متأكد من مصادر بالسعودية أنا طبعا على الطلاع بهذه الأمور طبعا هذا كلام عار عن الصحة قطعا لماذا؟ عندما تصدر الأمم المتحدة أو يصدر يعني جهة تكون قوية لأن السياسة هي عبارة عن اقتصاد مكثف كما قيل عندما يكون عندك مال كثير حتى في شارعنا الآن عندما يكون عندك مال كثير معنى ذلك أن كلمتك مسموعة كذلك الدولة التي يكون عندها اقتصاد قوي يعني ستكون هي التي تحمل أو يعني تسوس زمام الأمور مثل ما الآن في أمريكا هي كل شيء تمام؟ من ناحية السياسة الآن عند مصر من يسوسنا الآن؟ تسوسنا طبعا ليس نحن نسوس أنفسنا الذي يسوسنا غيرنا وهذا الأمر موجود في ديننا مثل موضوع السعودية يلي حضرتك قلت أنه لا هاي المصادر السعودية مو مزبوطة نحن نحن نحكي عن أمور أنا لو ماني متأكد منها أكيد ما كنت راح أحكي عن هوا بمسهولية كتير كبيرة طبعا هذا الموضوع كتير جدلي لأنه بده حلقات لا أنا كنت أريد أن أتحدث عن شيء معين تفضل كتاب اسمه الرقو في التاريخ للدكتور عدنان حقي وهو من أبنائي القامشري طبعا هو عالم كبير معروف له أيضا كتاب في الأدب العربي له كتب في الحديث أمور كثيرة المهم تكلم فيها عن كتاب هذا اسمه الرقو في التاريخ وكيف أن الأمم عندما ألغت هذا الأمر أيضا هيئات المسلمين هيئات الإفتاء كلها ألغت هذا الأمر عندما تفعل فئة كما حصل قريبا من عهدنا هذا الذي نعيشه ومن يومنا هذا فهذا الأمر لا يعلق بشماعة الإسلام فهذا يكون كله مربوط بتلك الجهة التي تقول عن أنفسها أنهم مسلمون وأنهم سبايا موجود هذا الأمر كله مربوط بفقه الواقعي وقد ألغي هذا الأمر وقد فعله علي بن أبي طالب عندما تقاتله ومعاوية تقاتلوا وهذه الحروب كانت فتنة الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قال وإن طائفتان ثم خصهم أنهم من المؤمنين اقتتلوا اقتتلوا بين بعضهم علي بن أبي طالب في هذه الحالة طبعا القرآن وصفهم أنهم من المؤمنين وقال لا يجوز أن يأخذ أحد سبايا من جهة معاوية أبدا منعه منعه هذه بداية الفكرة التي أخذت منها القرار هذا 1297 على أن الممتحدة ألغت موضوع الرق في التاريخ لأنه موجود الآن للجهل الحاصل تقول إلى الآنها إلى ساعتنا هذه الرق لا يزال في مناطق التي تكون فيها كثير من الجهل وفيها كثير من الفقر فالفقر والجهل هما الأداتين أساسيتين إلى كل رزيلة في التاريخ حلو كثير طيب بعيدا عن المنظومة الدينية كمنظومة أخلاقية هل بتلاقي أن هذا الشيء أخلاقي؟ ما هو موضوع الرق والعبيد وإلى آخره؟ لا ليس أخلاقيا في برنامج اسمه رياح التغيير تكلم الدكتور طارق سويدان وهو دكتور يعني مدير لثمانين شركة في العالم تكلم على أن طبعا لماذا لن نحن نبتعد كثيرا في كل شيء في التاريخ في شبيهه في عصر الذي نعيشه الموظف الموظف أيضا عبد لو جئنا إلى المفهوم العامي الموظف أيضا عبد الآن أنت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر تكون في إذاعة أو تكون في مركز معين أو تكون في مجمع معين أو في أي دائرة أخرى فإنك يجب أن تأتي في الثامنة والنصف أو في الثامنة يجب أن تكون في هذا المكان الذي تعمل فيه ولا تخرج إلى الساعة الواحدة أو الساعة الثانية ظهرا فإن خرجت قبل هذا الموعد سيخصم عليك وتستلم وراتبا آخر الشهر ما هو فرقك عن العبد الذي كان قديما تمام الذي كان قديما كان يعمل بأمر سيدي ويعطيه مالا معين للقاء أجر معين أو للقاء عمل معين أنا أختلف معك قليلا لأنه هون صفة احترام قانون وهون صفة العبودية فرق كتير شاسع بين أنه أنا كموظف أحترام قانون الشركة اللي أنا بشتغل فيها وأقدم الشي اللي أنا ماضي أورادي بالعقد تمام فالعبودية هي شكل آخر من الاستعباد هذه العبودية عصرية الممت تكون إنسان خارج عن القانون تمام فإذا بدنا نتفق أنه نحن نحترم القانون فهي أبداً مو عبودية بالعكس هذا احترام لنفسنا بالأول ولا المؤسسة اللي عم نشتغل فيها تمام ولا مجتمعنا مشان ما آآ نطول كتير بالحديث بأول فقرة تمام آآ خليني أسألك سؤال تاني فضلا كيف بتشوف حرية التعبير عننا بالبلد؟ والله حرية التعبير آآ في بلدنا يعني تكون لأشخاص وأشخاص فليست يعني مثلا أنا كشخص مواطن عادي يعني لا أستطيع فيها التعبير عن ما أريد الشرق عندنا هذه يعني أزمة أخلاق في الشرق شخص أي شخص يريد أن يعبر عن شيء معين لا يستطيع فيها التعبير عن رأيه أو أنه يدافع نفسه لأنه بالعادة يعني يكون هو الأرضية التي يداسوا عليها هذا هذا واقع يعني عندما أنا أكون في في الآن أنا في دائرة معينة تمام هذا المثال أضروه على نفسي طبعا تمام أنا في دائرة معينة هذه الدائرة عندما يأتي شخص أو تأتي سيدة هي أنا أعلمها في الشهادات التي أحملها وهي أقل مني بكثير إذا تحدثنا عن الموضوع أن العلم يرفع أشخاصاً ويرفع بيوتاً لا يماد لها وهي تكون يعني وضيعة حقيقة يعني دخلت في الواسطة في فيتامين واو وهو فيتامين واو طبعاً المتعرف عليه إشتباه أدخلوه العلماء إلى نص اللغة يعني أصبح من اللغة أصلاً يعني فلأن عندها واسطة عندها شخص كبير أنا أريد أن نسمي المسميات باسمها هذا الشخص يجعلها فوق الكل يعني بمعنى أنا يجبر أو أجبر على أن يعني أداوم بمكان هي التي يجب أن تداوم فيه وهي تجلس في بيتها وتستلي مراتبها هذا واقع موجود عندنا أكيد هو واقع بس نحن طلعنا من نطاق السؤال نحن نحكي عن موضوع حرية التعبير اليوم إذا أنت مقتنع بفكرة معينة حتى لو كانت منافية لقوانين مجتمعنا خلينا نسميها هل بتلاقي أنه عندك الحرية الكافية لحتى تعبر عن رأيك أو لا؟ طبعاً لا ما عندك؟ لا ما في حرية تعبير أنه شخص يعني ممكن يعبر عن رأيه بعض الأمور اللي بعض الأمور اللي ممكن أن تحدث فيها اللي تكون عادية أصلاً يعني لا تسمن ولا تغني من جوع ولكن عندما يكون الأمره كبيراً أنه مثلاً أنا أعترض على على سبيع مثلاً يعني كل إنسان يحكي الذي فيه يعني أعترض على موضوع الغاز على سبيل المثال ما تقدر تقول أنه فلان سارق وفلان هو اللي عم يمنع أنه يجي غاز ما تقدر لأنك محكوم بسياسة هذه السياسة هي هي عبارة عن غشاء صغير لقوة ضاربة هذا الأمر يؤدي أحياناً إلى أن تقتل فيه من أجل كلمة وهذا أمر طبعاً حاصل وواقعي تمام خلينا ننتقل على فقرة تانية إيه؟ فقرة الدين يلي هو اختصاصك ويلي هو عمد درسه أكاديمياً تمام تمام هل أنت مع أنه شخص يغير دينه حتى لو عن قناعة؟ هذا الأمر خيرنا الله فيه يعني لم لم يقل فيه خليل يعني من أنا حتى أقول ولكن أنت كحالي نحن تمام أنا أجيبك أنا أحياناً أستطرد من أجل أن تفهم علي تمام على شخصي خليل أنا بدي أفكارك أنت أنا ما بدي التشريعات ونعرف كلنا فيه حد ردة أنا رح وفيه كره مجتمعي للإنسان اللي يغير دينه ولكن أنت كشخص أنت كأنسان بالبداية وبالنهاية هل مع تغيير الدين عن قناعة أو ضد هذا الشيء؟ عن قناعة طبعاً مع إن كان الشخص يعني لا يملك لا يملك دليلاً أو لا يملك أحداً يوجهه فإنه إذا مشى على الفطرة فإنه سيكون على الدين الصحيح إذا مشى على الفطرة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الصحيح قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فالأصل أن الشخص يولد على الفطرة وهذا الأمر حاصل في كثير من القبائل التي تكتشف حديثاً في تنزانيا حالياً قبيلة تعتنق الدين إلا أنها لا تعرف اسمه هذا أمر حاصل من خلال البعثات التي قام بها الدكتور رحمه الله دكتور عبد الرحمن أصميط وقد كتب عنه دكتور فهد كتب عنه كتاباً كبيراً يحكي عن سيرة هذا الشخص الذي فعله كثير نحن نرجع إلى هذا الأمر أنه شخص له هذا الحرية الله سبحانه وتعالى أعطاها لكي أحكي لك هذه الفكرة الأساسية أعطاها عندما جاء الكفار إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما رأيك أن نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة كذهم ينظروا كل واحد مننا إلى إله الثاني إن عجبه بقي عليه وإن لم يعجبه تركه فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة تثلى إلى يوم القيامة هي سورة كافرين قل يا أيها الكافرين وصفوا أنهم كافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما أعبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين خلاص انتهى الحديث عند كلام الله ينتهى الحديث تمام هل ترى الأديان منصفة بحق المرأة؟ المرأة بمنظوري أنا كشخص وبمنظور الدين الذي عليه هي جوهرة هي قطعة ثمينة لذلك اختلفت الآراء وتشابكت الأفكار حول هذا الموضوع المرأة لم تنصف قديما ولا نصفت عند العربي قبل بعثة الإسلام ما أنصفت أبدا برأيك الإسلام أنصف المرأة؟ طبعا أنصف كبير الآن أنا متزوج حاليا والحمد لله أفخر بهذا الشيء وأعتز به والحمد لله أن الله سترنا وجعلنا لباسا كما وصفه بالقرآن ولكن الشيء الذي يقرأ هذه الكتب التي جاءت عن الأقدمين وكيف كانوا يفعلون مع المرأة وكيف أنها إذا ولدت كانوا يبتعدون عنها لا يأكلون معها ولا يؤكلونها لا يجلسون إليها وينظرون على أنها نجيسة هذا الأمر مخالف للدين ولكن هو موجود بالأحاديث إيش إنهن أنجاس وإنهن وضربهن وإنه استشر النساء وخالفوهم بالرأي خالفوهن هذه الأمور تقول لك عندما يقتطعوا جزء من كلام أنا أقول أن هذا الأمر سلعة الجاهل الآن أنت أقتطع لا أدري إذا أنت أو غيرك اقتطع هذه الكلمات التي أخذها ثم جاء بها هذه سلعة الجاهل يقول لكل داء دواء يستطب به إلى الحماقة أعيت من يداويه هذا تجاوز الشخص الذي يأتي بهذا تجاوز مرحلة مرحلة حتى الجهال ولكن يا خليل اليوم أنا حتى لو اجتزأت تمام نص حلو عم يوصفني أو عم يوصف حدا معين بالنجاسة ف من الذي قال هذه النجاسة؟ من؟ أين الأديان؟ يعني عند حيض المرأة هذا وعند الدورة الشهرية خلينا نسبل يا سيدي يا سيدي أهو حتى ممنوع أنه مثلا تفوت على دور العبادة يعني طبعا مو بس بالدين الإسلامي بكافة الأديان أنا عم بحث هذا الأمر على الرجل وعلى المرأة طبعا هذا موضوع شائك طبعا المرأة إذا كنت تنتظر مني تجي يا حيض أستاذ أرام ولكن الرجل ما في حيض يعني لا لا يعني فيزيولوجية هذا الأمر طبي يعني ليس له علاقة بأراء فلان ملحد وفلان مسلم وفلان مسيحي وفلان يهودي أو صهيوني على سبيل المثال هذا الأمر ليس مرتبط بموضاع الديانة هذا الأمر طبي هذا بالشق الأول الشق الثاني يتعلق بفقه الدين عندنا يعني بمعنى أنك الآن قلت واضربوهن واضربوهن ونلقلت لا لا هذه وردت في القرآن تمام وردت في القرآن ولكنها ليست بهذا الشكل عندما أيوب أيوب عليه السلام هو رسول من الرسل نحن نؤمن برسالته تمام هذا الرسول عندما وصل به العجز ووصل به الشلل بعد أربعة عشر سنة تمام أدى إلى أن امرأته تقطع جدائلها أو ضفائرها في اللغة ثم تبيعهن فغضب ودع الله سبحانه وتعالى ثم برأه الله قال واضرب برجلك اضرب برجلك فلما ضرب برجله خرج ما انتطهر به فعندما دخلت امرأته وجدت رجلا قالت والله إنك الأشبه الناس بأيوب لم تعرف أنه هو أنه شافاه الله سبحانه وتعالى وأوقفه فقال إن أحياني الله أيوب في المصادر الصحيحة إن أحياني الله أو أقامني لا أضرب النكي فأوحى الله سبحانه وتعالى عليه قلنا اضرب ولا تحنت اضرب ولا تحنت هذا لأنه أقسم وهو نبي فالله سبحانه وتعالى وجهه إلى أن لا يستعمل عنفا مع زوجته التي كانت معه والآن نحن نعرف أن ليست التي ساكنتك وليست التي يعني صاحبتك وليس الشخص الذي كان معك يقف معك في لحظات عجزك إلا زوجتك فالذي يكرمها يكون مكرما لنفسه ومكرما لدينه النبي عليه السلام قال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم هذه حقيقة واقعة فلما ضربها أخذ قال خذ بيدك ضغثا الضغث هو عبارة عن مجموعة عيدان صغيرة قال ضرب به ولا تحدث الآن نحن مأمورون في ديننا عندما أحد منا يريد أن يضرب زوجته والحمد لله متزوج أنا من قديم وما ضرب الزوجتي أفدا الدين يمنع علي هذا الأمر إكرامها من إكرام نفسك وضربها أن تتهين نفسك يعني لم تهين هذه طيب ليش هاي المفهوم هذا بالمجتمع سائد جدا الجهل طيب وين أنتوا دوركن يعني ليش ما عم تطلعوا وتشرحوا اليوم أي حدا يعني حتى جرائم الشرف عم إلا أقول كتير ذرائع دينية ضرب المرأة عميلا أولى ذرائع دينية ضحض حقوق المرأة عميلا أولى ذرائع دينية ليش أنتوا كرجال دين وكفقهاء خلينا نسمي ليش ما عم تطلعوا وتوضحوا هاي النقاط يعني هلا طبعا أنا أصغر من أن أكون فقيه وأصغر من أن أكون داعية إلى الله محاور ولكن كل إنسان كل إنسان خليل من منبره بيقدر يعمل تغيير تمام كل إنسان من منبره يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يعني ليس بالأصل أن تكون داعية إلى الله حتى تكون أنت يعني الذي يقبل منك ويرد عليك أحنا أنا في محاضراتي أحيانا في دروسي أدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالطريقة التي يجب أن تكون يجب أن تكون المرأة ليست كما قلنا ليست سلاح تباع وتشترى الآن عقد الزواج الذي عندنا يعني تدفع ماهر معي عقد النكاح عقد طبعا عقد نكاح يعني أنت عندما لنكون دقيقين أي عقد نكاح طبعا نكاح ولا عقد الزواج هذا المفهوم اللغوي يختلف اختلافا باختلاف الاستعمال الذي نحن عليه الآن عقد نكاح الآن كل واحد مننا عنده أهل يعني عنده أبناء أخوات عنده أبناء عمومة وأبناء أخوات يعني هذا الأمر دائر عندما تعطي مهرا هذا المهر لا تستري فيه أنت المرأة المرأة إن جئنا إلى الحق لا تباع ولا تشترى هي إنسان مثلك مثله إنسان مثلك مثله حتى إذا جئنا إلى الطريق آخر هو مرتبط أصلا بموضوع التعامل مع الزوجة ينظرون على أن المرأة ليش في الميراث لماذا هي في الميراثي أقل من الرجل يا أخي يا أخي أترك الجهالة هذا الأمر هذا الأمر كنت رح أسألك أنت حركت لي السؤال تمام تمام لم أحرغ لك السؤال لكن سأجيبك عليه لأن هذا أمر دائر مرتبط بموضوع المرأة كثيرا نوال السعداوي التي توفيت عن 91 سنة 91 سنة ماتت من فترة ومات في نفس أشهر من نار على العالم الأديبة والدكتورة الرائعة نوال السعداوي طبعا هذا بمنظورك أنها رائح هي ليست رائح هي بوق للغربي كيف بوق للغربي؟ لأنها نادت بالحريات والحريات الشخصية ونادت بحقوق المرأة هي دعت إلى أمر أمر ينافي حتى الأخلاق دعت إلى أن المرأة تتعرى دعت إلى أن المرأة يجب أن تخرج إلى الشارع تجد مثلا تهيئة التي تأتي بأغراضها تأتي بحاجات البيت وتربي الأطفال وتعمل في وظيفة هذا الأمر نحن لا نقبله تمام؟ لا نقبله أنا ما نبي صدد دفاع عن نوال السعداوي ولكن نوال السعداوي نوال السعداوي ما قالت أنا لازم أن المرأة تتعرى أو تغطى هي ضد المفهومين قالت المرأة مثل الرجل الرجل لا يكشف عن مفاتنه لا عن بطنه ولا عن صدره المرأة أيضا والرجل لا يغطى والمرأة أيضا فهي هيك كانت عم تقول للتصحيح فقط يا أخي يعني المشكلة ها والله هي جهالة حقيقة أنا نظر إلينا جهالة طبعا نوال السعداوي رد عليها كثير من دكتور محمود هذا طبعا كان عالما مصريا وهي تحدثت على أن المرأة تظلمت بالميراث ولهي لماذا لها نصيب أقل من نصيب الرجل هذا الأمر هذا الأمر من الجهالة لأنك عندما تقرأ كتابة عن الموارد استاذ خليل شو مفهومك للجهالة أنت صار عم تكرر كثير يعني هلأ دكتورة دكتورة مثل نوال السعداوي أنت عم تتهمها بالجهل هي درست عشر سنوات الأديان ودرست وقرأت القرآن أضعين مرة أيضا ودرست الطب فأنت كيف طبعا أنت حر هذا منبرك كل إسان له تخصصه ولكن شو مفهومك عن الجهل هي مثلا بطبها يعني تستطيع أن تتحدث لكن لا تأتي مثلا كطبيبة ثم لا تقرأ دينا ثم تعلق على الدين الآن نحن عندما نكون بتخصص معين يا رجل أنا عندما تخصي لغة عربية تمام ومعي واضح ومعي رجل في نفس الغرفة يدرس الرياضيات تمام هل من المعقول إذا جاء الشخص يقول لي مثلا أستاذ خليل أريد أن أسألك مثلا خمسة في ستة قديش مع أنه أعرفها يعني تمام أقول هذا أستاذ الرياضيات تخصصه هذا هذا مجاله ليس مجالي فهي انتغلت من الطب وكانت عندما أسست رابطة المرأة المرأة العربية والمرأة الشرقية يعني لا أذكر التسمية بذاتها تحدثت عنها المرأة ظلمت ووجه إليها كثير يعني طبعا هي كانت تنادي من طرف إلى تحرر المرأة ومن طرف آخر عندما نرى المآسي التي تحصل في المجتمع ونرى يعني المقدار الظلم الذي يحصل الآن لمين يحصل للمرأة هذا كله نتاج مثل هذه الصيحات الصيحات الموضة تمام جرائم الشرفية التي بالحسكة كانت نتاج الموضة هذه هذه تعرف مشكلة العرب ما هي العرب كأمة خاصة لا أتكلم عن غير ديانة وغير ملة العرب لا يقومهم إلا الدين وهذا كلام عمر من خطاب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال لو كان النبي بعد لكان عمر وكان كل رأي يقول به عمر وأبو بكر أبو عمر خاصة وكان يقابله بالرأي أبو بكر كان القرآن ينزل موافقا لقرية عمر تمام قال نحن أمتنا عزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أدلنا الله لذلك تجدنا الآن ذيولا ذيولها فالشخص عندما يكون قليل العلم وكما قلت لك منذ قليل قبل اللقاء أن الدكتور عدنان إبراهيم لأنه لا يعجب كثيرا من العلماء المسلمين كان يقول والله لو سكت الجاهل ولا بطر والخلاف يعني لم يبقى هراف أبدا بس أريد أن أقول لك إلى شيء معين عندما أنت تقرأ عندما تقرأ في موضوع المواريث اللي هو تعليق صغير على كلامنا تقرأ في كلام المواريث أن ثلاثين حالة ثلاثين حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل وفي ثلاث حالات يرت الرجل أكثر من المرأة نظر إلى الفارق الكبير لكن هذا الأمر عندما يعتم يعني فرعون عندما ادعى أنه إله ادعى أنه إله هناك أبواق كثيرة اللي هي الإعلام والإعلام السبب وكل مفسدة إذا وجهها إلى غير اتجاهه قال وعندما جاء موسى طبعا هو كان يدعى أنه إله لم يلتفت إلى هذا الأمر على أنه كبير وعندما جاء موسى عليه السلام بديانة هي ليستقيم الناس عليها يستقيم الناس فعندما يقول ويسألونك عن الإعلام قل هو أذن فاعتدل الإعلام أنت هيك رأيك أنا هذا رأيي لأنه عندما يكون الإعلام موجها لرسالة هي دعنا موضع الدين عندما يكون موجها لرسالة إلى أن تنم من ناس تمام لكي ترفع من قدر الناس بغض النظري الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم القيامة الذي يقول فيه المسلمون نحن أهله والمسيحيون نقول نحن أهله واليهود يقول نحن أولاد الله وأحباؤه يوم القيامة الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أستاذكم ولكن ينظر إلى قلوبكم التقوى في دخل الشخص يعني أنا لي مثلا ذقن طويلة وشارب محفوف وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا هذا الأمر لا ينظر إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو يعني به جزئيات ينظر إلى القلوب ينظر إلى القلوب وينظر إلى صلاح الشخصي تمام لفتة صغيرة يلا قبل ما نطلع فاصل لفتة صغيرة إلى أن البغي من بني إسرائيل بغي كانت يعني تعرف المصطرح البغي هذه المرأة عندما رأت كلبا يلهثه فنزلت إلى البئري وحملت في موقها يعني في حذائها شيئا من الماء ثم أعطته هذا الكلب وشكل الله لها وغفرها لها ودخل الجنة وبالمقابل الامرأة التي ماتت قال النبي عليه السلام قال له الصحابة إن فلانا ماتت قال والله إنها كانت صوامة قوامة الصحابة يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها قالها هي في النار يعني لم تنفع عبادتها الدين معاملة الدين معاملة حلو كثير خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل فقرات البرنامج إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مستمعين الكلام بالممنوع مكمل معكم وصلنا أستاذ خليل لفقرة الاستقلالية يلي عم نعاني من عدم وجودها بها كل عام بالمجتمع أو بالأسرة حتى هل وصلنا لمرحلة الاستقلالية بالتعبير عن آراءنا بغض النظر عن البيئة والعائلة والولاة علينا من مؤسسات متعددة مثل مؤسسات نائية اللي عم نشتغل فيها تمع بالمختصر بالمختصر لن نصل إلى هذا الأمر ما دمنا في الشرق ما دمنا شرقيين لن نصل إليه شو السبب؟ وصل إليه الغرب بعدلهم ولن يصل إليه الشرق بسبب ظلمهم تهل حديث وجهة نظر أحترمها جدا بدون الخوض أنه ليش كلنا منعرف شو السبب شو هي برأيك أكتر الأسباب يلي بتهدد استقلاليتنا هل هي مثلا الأسرة ولا الزواج ولا الحب أو العمل أو شيء تاني والله كل شيء يرتبط به ابن آدم يؤدي إلى أن يقيده وربما الشذوذه يؤدي إلى أن يترك كل شيء فالشخص عندما يلتزم بمنهج معين بتربية معينة بمجتمع معين فإنه يسير على هذه الخطأ ولو لم يكن مقتنعا بها ولكن الشخص الذي يشرب الخمرة مثلا أو الذي يمارس الدعارة مثلا على سبيل المثال هذا الشخص نزع عباءة المجتمع نزع عباءة المجتمع لذلك يتجد الذين يعني كثير من أشخاص الذين نراهم طبعا رأيتم أنا يعني لا أعمموا نظرتي لأن كل إنسان نظرته تكون قاصرة طيب ممارسة الجنس وشرب الخمور وإلى آخره لا تعتبر حريات شخصية هذه حرية الشخصي تنتهي عندما يتعلق الأمر بحرية مجتمع يعني بمعنى أنك شخص تشرب خمرة ما حدا رح يعمل هاي الأشياء بالشارع يعني لما بدنا يعملها ليش؟ لماذا؟ منافية لأخلاق الشخص صح؟ مو بسطة لمنافية لأخلاق الشخص هاي ممكن نعتبر أنه وإذا ارتكبتم المعاصي فاستتروا ارتكاب معاصي يستتر الشخص أو مشان يحني حاله من لسان المشتوى لو أن الإنسان يعني يصل إلى هذه الفكرة وأنه إذا ارتكب المعاصي يستتر والله فإن أمره سيكون مآله إلى خير الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لم يشاء يعني رحمة الله واسعة حتى يقال يوم القيامة أن حتى عنق إبريس تتطاول من القدر الذي يعني يجعل الله سبحانه وتعالى به الرحمة وبالمقابل هناك عقاب لأشخاص معينين الذي يفسد مجتمعا الذي يفسد مجتمعا هذا عقابه يكون أكثر من الشخص الذي قتل نفسه لماذا؟ لأن إفساده يكون متواصلا ويكون لا لشخص واحد يعني أنت عندما تفسد رجل أو تفسد امرأة والنبي عليه السلام قال من ألب بمعنى الحديث لا أحفظه بنصه من ألب رجلا على امرأته فليس منا يعني بمعنى أنك عندما تأتي إلى امرأة تقول لماذا زوجك يعملك بهذه الطريقة وأنت جميلة وأنت لا تستحقين ذلك وأنا أكون معك فإن هذا الأمر إفساد فإنك عليك أن تصلح بين الناس الله سبحانه وتعالى قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس هذه أساسيات الحياة هذه أساسيات الحياة لم يربطها بدين معين لم يربطها بدين معين مع أنه امتدح بالقرآن الكريم كله امتدح أقواماً لأسباب معينة وهذه الأقوام أيضاً ذموا لأسباب معينة تمام هذا الأمر واقع نروح لموضوع تاني خرق حرمة الخصوصيات شائع بالمجتمع طبعاً برأيك مين المسؤول؟ والله المسؤول عنه الإنسان عندما يخترق أو يتجاوز على خصوصيات غيره هذه واحدة يفعلها الإنسان وتفعلها الأسرة ويفعلها القوم المعينين ويفعلها المجتمع يعني أشكالها كثيرة في المجتمع طبعاً المثلاً جهازي المحمول الذي يكون في يدي وله رمز سري ما الآن أنت ابن عمي أو أنت تقربوني هل من الممكن يعني أنك تطلب هذا الجهاز الذي في يده تقول أعطيني قليلاً أعطينيه قليلاً؟ طبعاً هذا الأمر اختراق الخصوصية طبعاً هناك أشياء لا أريد أن أحد يدخل إليها أو أن يفعلها وهذا الأمر يقع من الجهات الكبرى عندما يمسكون بشخص يقول له هاتي موبايلك أو هاتي موبايلك فلما يأخذونه ويفتشون ما فيه هذا اختراق يعني هذا لا نجده في الغر لذلك هم وصلوا إلى نقطة من الصعب جداً وفرق كبير وبون شاسع بيننا وبينهم حلو ننتقل لفقرة تانية فقرة المجتمعية اللي حضرتك مراراً وتكراراً كررت كلمة المجتمع برأيك أستاذ خالد شو أحلى شيء بمجتمعاتنا؟ أحلى شيء طبعاً الضيف يتحدثه من منظوري أكيد إليك كامل الحرية ومطلق الصلاة عادي السؤال عليه أجمل شيء بمجتمعنا والله أجمل شيء بمجتمعنا بصراحة أنا شخصياً رؤيتي لأمي ولأبي هذا مجتمعك مجتمع الضيق مجتمع الضيق ولزوجتي طبعاً هذا أمر قطعاً فيه شيء من المتعة ومن ناحية المجتمع هذا ليس فيه شيء يدعو إلى هذا الأمر فإنك تتأسى بأشخاص لكي تستمر بهذه الحياة ولا تتأسى بمجتمع لأنك إذا وقفت أمام مجتمع فإنك ستجرب حقيقة هلأ أوكي فيه فلنفرض فرضياً يعني ثمانين بالمئة من الأمور يلي مو حلوة بمجتمعاتنا طيب فيه عشرين بالمئة بالمقابل هلأ نحن كتير عم نشوف بوستات على مواقع التواصل الاجتماعي المختربين عم يتغنوا وعم يمدحوا البلد فيه نوع من أنوال حنيد إذا بدنا نذكر هيك الأشياء الحلوة لهلأ بمجتمعاتنا أنت شو أول شيء بيخطر على بالك والله أكثر شيء قلتك اجتماع الأهل اجتماع الأقارب بمناسبة معينة هاي عم نحكي عن خليل المجتمع الضيق أيوة المجتمع الكبير المجتمع الكبير والله أنا أقول برأيي يعني أنه العمر متعلق بأنك في الصيف ترى كثير من الأولاد من الأطفال يذهبون إلى المسجد يتعلمون فيه القرآن لأنه يعلمهم أن هناك لا تزال أخلاق في هذا المجتمع هل الأخلاق مربوطة بالدين؟ طبعا طيب ظهور البشرية صار له تقريبا شيء على حسب علماء البيولوجي شيء 300 ألف سنة والأديان أقدم ديانة اليوم عمره خلينا نقول 3500 سنة طبعا بين 3500 سنة وال300 ألف سنة هل إنسان عاش بدون منظومة أخلاق برأيك؟ والله برأيي على ما قرأته هل سابقا قبل الأديان ما كان فيه منظومة إخلاقية؟ كما قرأنا في الكتب وهذا الأمر لم يصلنا إلا من خلال الكتب وكل يسرح في حديقته كما يقال لم تكن هناك أخلاق كما هي عندنا الآن عند السومريين، عند البابليين، عند الآشوريين، عند الفراعنة هل ما كان فيه أخلاق؟ فيه أخلاق، لكن لم تكن مثل المنظومة التي عندنا يعني كل مجتمع، كل دائرة لها خصوصية معينة أنا أقول لك قبل قليل أن أديب العربي في العصر الحديث مصطفى صادق الرافعي قال لو أن ثلاثة أولاد ولدوا لأب واحد، ثم عاش كل واحد منهم في زمن معين، في بيئة معينة لكانوا كأنهم أولاد ثلاثة أباء بالضبط، بالضبط، بالإنسان ابن بيئته تمام، ابن بيئته، فالآن أنت ما تحدث يعني يولد لي مولود وأضعه في ألمانيا، في بريطانيا فإنه سيعود إلي شخصاً ألمانياً، شخصاً غربياً لا أعرفه لأن الحياة تملأ جعبة الشخص بكل ما هو إما أن يكون حسناً أو يكون سيئاً، وما أكثر السيئات في هذا الناس بس بدي أذكرك فيك، كان قانون عند الفراعنة المصريين القدماء كان بيحكم بالأعدام لأي شخص بيأذي قطة ما رح لك بشر، كان اللي بيأذي قطة كان يحكم عليه بالقتل والله هذا تجاوز اليوم إذا هلأ بنطلع أنا وأنت مشوار نشوف مليون طفل عم يضرب القطة بالحجر النبي عليه الصلاة والسلام أنا أقول أن هذا الدين عندما ختمت به الأديانه كلها فإن هذا الأمر قبل الفاصل قلت لي أن الأمر شيء مثالي صح؟ بالضبط، أنا قلت لك أنت عايش بمجتمع مثالي لا ليس مثالياً، نحن عندما نقصر في ديننا نقصر في تعاملنا ونقصر في أخلاقنا، فإن هذه الأمر بعيد عن المثالية وعندما تتبع دينك الذي أنت عليه بكل ما هو عليه ألا مثلاً قطة، نحن عندنا حيوانات محرم قتلها محرم قتلها، والقطة يعني النبي عليه الصلاة قال إنهن من الطوافين والطوافات تمام، يعني تدخل، والنبي عليه الصلاة قال لعائشة كلي من الموضع الذي أكلت منه القطة كانت قد أكلت من هريسة، عائشة كانت تصلي وأكلت القطة من هريسة لأنه كمان قال إنه هي ليست بنجس أيها بالضبط، هي ليست بنجس ولكن الكلب هو بنجس نعم، هو بنجس هذه طبعاً خصوصيات معينة، حتى عندما قال يا يولي الذنام لا تسألون أشياء أن تبدأ لكم تسعكم يعني مثلاً، نحن ليس لنا علاقة بالسومريين والأكاديين والفينيقيين والآراميين نحن كنا نحكي عن منظومة الأخلاقية تمام، منظومة الأخلاقية معنى ذلك أن هذا المجتمع الذي نحن فيه كل الديانات بغض النظري عن بعض الأمور التي تتعلقوا باتجاه آخر فإنها كلها تدعو إلى أن يكون الإنسان محترماً مع نفسه ومحترماً مع غيره مع أفراد عائلته ومع المجتمع الذي يعيش فيه حلو كثير برأيك شوفي عنا نقص بالثقافات المجتمعية بشكل عام؟ عنا ثقافة معينة نحن بالمجتمع فاقدينه؟ والله تقريباً بكل شيء أوف، تصريح خطير هذا أي بكل شيء يعني مثل إذكر لي شغل يعني أسعى مثلاً نحن نضرب مثال على أن الأخلاق هي مرتبطة بموضوع الدين صح؟ على حد تعبيرك تمام، هي مرتبطة بموضوع الدين تمام؟ فهذا الشخص عندما يترك هذه الأخلاق يترك هذا الأمر فإنه يعني سيهين بأي وادي فلا نتجد منه يعني كثير أخلاق تجده يسيء إساءة كبيرة من نفسه حتى يخرج من بيتي وإلى المجتمع إلى كل شيء حتى أحياناً يعني يؤدي به الأمر إلى أن يسيء إلى من هم أرفع منه قدراً أرفع منه قدراً هكذا حضرتك عم تشجع على الطبقية بالمجتمع؟ لا لا أشجع على الطبقية مين هم الأرفع منهم قدراً؟ الأرفع منهم قدراً؟ مشان لا يساء الظن فيك تمام، العلماء العلماء أي عالم أي عالم نحن مطالبون أينشتاين مثلاً تماماً تحترمه لأنه عالم هذا أمر عندما يأتي لك شخص جاهل مسلم جاهل ويقول لك أينشتاين كافر وكذا وكذا لو تقرأ كلام الذي قاله عنه الدكتور محمد راتب النابلسي على أن هذا الشخص كان مؤمناً في داخله ما هو رأيك بهذا الأمر؟ طيب ريتشارد دوكنز مثلاً بخض النظر عن أشخاص عندما نتكلم نتكلم أنت لست مسؤولاً ولم يطلب منك الدين على أن تقيم الشخص وتدخله إلى الجنة وتدخله إلى النار ما لك علاقة؟ ولكن اليوم فيه ولاة عم يصنفوا عم يعطوك بطاقة نار وبطاقة جنة وبطاقة وطني وبطاقة إلى آخره يعني والله قلتك هذا واقع مشوه هذا الواقع الذي نحن فيه مشوه جداً يحتاج إلى كثير من العمليات بعدها كثير من عمليات تجميل طيب نروح لسؤال ثاني برأيك أي المجتمعات المثالية برأيك الشخصي أنت أي المجتمعات اللي أنت بتشوفها مجتمعات مثالية؟ في الشرقي ولا؟ وينما كان بدون تحديد جغرافيا معينة؟ والله غرب بالغرب في الغربي وفي الشرقي ولكن بمجتمعات معينة مع أنه الغرب هي مجتمعات علمانية خلينا نسمع دولة قانون مدني بعيد عن أي تشريعات أكثر قوانينها التي تتعلق بالتعامل لا نحكي بمعتقد الشخص الذي في داخله يعني في عقله نتكلم عن الشخص وعلاقته من المجتمع يعني مثلا أنت كشخص لو كنت في ألمانيا فمن الواجب عليك حدود معينة لا تتجاوزها لأنك تخترق حرية الآخر الشخص الذي صفع ماكرون من فترة تخيل أنه ربح القضية وأخسر ماكرون عشرة ألاف دولار قال لأنه تجاوز البعد الاجتماعي الذي هو مطالفيه لو هذا الأمر وجهه إلى رئيس من رؤسائنا الحاليين الذين في الشرق ما الذي يعمل فيه؟ والله سيقطع وتقطيعا تمام رح أنتقل معك لآخر فقرة وعا السريع لأنه الوقت عمي داهمنا وبصراحة ما حسنا أبدا معك بالوقت فقرة النفاق لأنه هي كتير ضرورية هي من أساسيات البرنامج فما فيني أبدا أتجاوزها ولكن على السريع إلى أي مدى نعيش في مجتمع منافق برأيك؟ بالنسبة 90% حلو ما هو أخطر أنواع النفاق؟ هل هو الديني أو السياسي أو الاجتماعي أو حتى العلماني؟ والله كل النفاقات هذه تؤدي إلى الأخطر بيناتهم؟ الأخطر نفاق الدين حلو ما هي أدوات النفاق في المجتمع؟ هل هي دور عبادة أو منظمات أم أعلام؟ أخطر يعني كمان أخطر الأخطر والله الإعلام الأعلام شو بتوجه كلمة للأعلام سريعة؟ الإعلام يجب أن يتحرل حقيقة وأن ينظر إليها نظرة إنسانية وليس نظرة دينية حلو كتير بحييك على هالمقولة ما هي الأسباب التي تجعل من الفرد أو من المجتمع منافق؟ اليوم أنا شو اللي بيجبرني كآرام أني أنافق لأي شخص؟ الكذب والخوف الخوف الكذب والخوف والكذب وأداة لكل شيء الخوف أكثر شيء طمام حلو كتير آخر سؤال برأيك متى ينتهي النفاق؟ عندما تفنى البشرية أوه حلو كتير أستاذ خليل أنا جداً سعيد بحواري معك أستاذ عرام وبشكرك كتير لتلبية الدعوة أستاذ أتشرف بكم وأشكركم جداً على هذا اللقاء على تحت الفرصة أنا أتكلم علماً أن هذا الكرسي يجب أن يكون لمنهم أرفعوا مني علماً أكيد أنت ما قصرت وشكراً كتير لآرائك وشكراً كتير لوجهات نظرك شكراً لك بدي أشكرك كتير لتلبية الدعوة للمرة الثانية وشكراً أكبر لكم مستمعي سورو يو اف ايم كنتم تسمعون على التردد 94.4 بالحسكة وتلتمر و95.5 من القامشلي ومن ديري كنت معكم أنا رامشة بارشيا من برنامجكم الأسبوعي الكلام بالممنوع من التقي الأسبوع المقبل موسيقى موسيقى